بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث السنوات، هنتابع مع بعض درس اسميتيجة في الوحدة الثانية، وحدة العزوم، اشتغلنا الدرس اللي فات في الوحدة الثانية على العزوم في مستوى ثلاثي العبعاد، النهاردة ان شاء الله هنشتغل على العزوم في المستوى الدرس اللي بعده في المستوى ثلاثي العبعاد، في أهم دروس الاستاتيكا قلنا العزوم، لأن زي ما بنقول أن الاستاتيكا الوحدة الأولى فيها الاحتكاك، وبعد كده كل الوحدات بتعتمد في مفهومها على العزوم، عزم قوة بالنسبة لنقطة في المستوى، او عزم قوة بالنسبة لنقطة في الفراغ، وده اللي احنا هنشوفه النهاردة ان شاء الله هو عزم قوة بالنسبة لنقطة في الفراغ، اذا كانت يعني عندي في الفراغ ثلاثي العبعاد، طالما فراغ يبقى فيه طول عرض وارتفاع، يبقى فيه اللي هو السري دي بعد الثلاث زي ما انتم عارفين طول عرض، فمنقول القوة ساعتها مش هتمثل بمركبة سينية ومركبة صادية فقط لكن هي عندي ثلاث مركبات مركبة السينية ومركبة الصادية ومركبة العين زي ما احنا شايفين دوقتي علنا حب عندي احنا ثلاث مركبات فمنقول هنا عندي المركبة السينية اللي هي قاوة في اتجاه السين وقاوة في اتجاه الصاد وقاوة في اتجاه العين برضو احنا هندي نفذة عنها لان برضو ممكن تكون لسا مخطاعش في الهندسة الفراغية تؤثر في النقطة يعني عند قوة بتؤثر في نقطة الف سين وصف. في درس الغرين اذا كان عندي قوة بتأثر في نقطة يعني لو عندي قوة الف قوة بتؤثر في نقطة الف ومطلوب عزمها حول نقطة اسمها واو مثلا او بها او الجانب. يبقى بقول ان عزم النقطة ان العزم يعني بتقدم او الان سين حول واو بيساوي واو الف اللي هو متجه موضع النقطة الف بالنسبة لنقطة واو. يفكر معك القانون. ضرب اتجاهي على القوة وفصلنا الضرب الاتجاهي بعد كده اللي هو قلناه البعيدش البعيد ما اصلي قريب لاني ما عنديش هذا المركبة السينية ومركبة صادة ايضا. وقلنا اني عندي جمعة اليمينية اللي هي سين وصاد وعين. كنا بنقول حملية الضرب بتاخدها على الاتجاه الموجب والاتجاه اللي ايه? السالب. فلو قلنا سينش صاد هيدينا موجب عين لان كده سينش صاد اتجاه ده ورانهم عكس عقرب الساعة. ولو قلت سينش عين هيدينا سالب صاد. ضرب الاتجاهي طبعا سالب صاد لان هو مع عقارب الساعة. والضربة في اتجاهها عقارب الساعة سالب. والضربة عكسي اتجاهها عقارب الساعة موجب. تعالوا مع بعض نشوف ايه وضع القوة لما تأثر اه في نقطة واعوز عزمها حول نقطة اخرى بس في الفراغ اللي هي سلاسي العبعاد. ونشوف ايه هي المشاكل اللي هتقابلنا عشان نريد ان نتغلب عليه. بصوا معايا كده على الرسم هتلاقي عندك هو قاف. بكتبه بالزرق اهيه. بتؤثر في نقطة الف. نقطة الف دي موجودة في الفراغ في السلاسي العبعاد. بيركز معايا. صاد وسين وعين. صاد وسين ده المستوى. سين صاد. وعين عمودي على المستوى سين صاد. يبقى المحور عين هو عمودي على المستوى سين صاد. تبقى انا عندي ثلاث محاور متقطعين في نقطة اسمها نقطة الاصل. اللي هي وهو. ده صفر وصفر وصفر. النقطة ديت هي نقطة طلاق في المحاور التلاث. وعندي نقطة الف في الفراغ. خلي بالك يعني كلمة الفراغ دي عايز شوية تخيل. يعني لو ققت على الارض. انها تتبع ان الارض هي سين صاد السفر ديت. فلو ققت على الارض هتجي في المكان دي هيا جماعة. وهي هنا في الفراغ. يعني لو عايز او همشي على السين لحد النقطة دي. بعد كده همشي. نوازل الصاد. بعد كده هطلع لحد ما هو صد للعين. للنقطة الف. يبقى كده عندها ثلاثة احسيات سين وصاد وعين. نقطة الاصل واو. واو الف بقى يكون متجه موضع النقطة الف بالنسبة لنقطة الاصل. المسميره اللي هو متجه الموضع اللي احنا عارفينه. عشان نرجع تاني نقول لو عايز العزمة حول واو. يبقى اقول واو الف ضرب اتجاهي كاف. متجه. واو الف ضرب اتجاهي كاف. متجه. عندنا الضرب السلاسي هنا. لو انا حبيت اقول مثلا العزمة هيساوي. حوالين واو. متجه العزمة يعني joueساوي. وو ألف ضرب اتجاهي قابل لقد لحظت أنت هنا أن الوو ألف عبارة عن ألف نقص وو والنقطة ألف هتبقى مثلا سين واحد وصد واحد وعين واحد والنقطة وو صفر وصفر وصفر يعني هقول إذا سين واحد نقص صفر وصد واحد وصد واحد وعين واحد ده ليه؟ لأن النقطة وو قلنا صفر وصفر وصفر طب والنقطة ألف دي وو طب والنقطة ألف هتبقى سين واحد وصد واحد وعين واحد مثلا ساعتها وهو ألف هتبقى ألف مقصوه يعني سين واحد مقص صفر بسين واحد صد واحد مقص صد واحد وصد واحد وهكذا. ضرب اتجاهي قاف اللي هي عندك قاف سين وقاف صد وقاف عين. ساعتها انت هتلاقي ان حصل الضرب الاتجاهي ممكن اضرب كده عادي بطريقة اوفيقية لكن هتخبطك شوية. لانك هتضرب سين في سين بصفر. ضرب اتجاهي المتجه السين في نفس المتجه السين واخر بساق صفر. سين في صد بعين. سين في عين بسالب صد وهكذا. لكن في اختصار اللي هو ضرب سلاسي عن طريق المحدد. ضرب الاتجاهي السلاسي عن طريق المحدد. في الاول اول صفة هيكون هو المتجه السين المتجه الصد المتجه عين زي ما انت شايف كده. يجب أن لما جد الوقت أضرب الضرب الثلاثي الاتجاهي أو الاتجاه الثلاثي هحط المتجهات سين وصاد وعين في أول صف الصف الثاني هيبقى متجه الموضع بتاع النقطة اللي انت بتاخد العزم عندها متجه الموضع اللي هو هو ألف اللي احنا قلنا عليه ألف ما أسواه هيتحط المنظر ده في الأول يبقى سين وصاد وعين والصف الأخير هيبقى مركبات القوة كف سين وصاد وكف عين عشان لما أجي أفكها هفكرك برضو طريقة الفك هنا طريقة الفك هنا طريقة بسيطة أننا بيكون عندي السين باجي عندي السين مسلا وبفتح قصد ده وقول دولة نتج ضرب في اتجاه السين وهنشوف مع بعض ناقص صاد زائد عين اللي أنا بعمله ده بقى دولة قيمة العزم أو المفروض بتاع المحدد اللي قدامي تعالوا نشوف إزاي هجيبه لف الأخواس أولا عندي السين هي هاجي على السين اللي هي المركبة السينية واشتب صفها وعمدها أنا هاشتب الصف بتاعها والعمد بتاعها هيتبقى عندي محدد سنائي هبدأ بفكه من الليمين أعلى اليمين يعني العنصر الأول في اليمين أعلى يبقى صاد في كاف عين ناقص العكس يبقى هبدأ من العنصر اليمين فوق يقول صاد في كاف عين ناقص عين في كاف صاد دي شبه بالزبط البيت في البيت نقص الوراية في الوراية. فكده هقول هتبقى هنا صاد خاف عين نقص عين خاف صاد. دي مين? دي المركبة السينية. وبالمركبة السينية تبدأ بصاد. تركز برضو هنا وحاول تقرب يعني عشان ممكن تجيبها بسرعة. مركبة السينية هتبقى صاد خاف عين نقص عين خاف صاد. تاني مركبة السينية تبدأ باللي بعدها. صاد خاف عين نقص عين خاف صاد. تمام. عارب راح نشوف المركبة الصدوية. وليه أنا عملتها سالب هنا؟ لأن طبعا هنا في إشارات أساسية بتعتمد على رقم العنصر في صفه ورقم الصف ورقم العمود بتوع العنصر نفسه بيجي منهم إشارة العنصر. طبعا هنا هتبدأ الإشارة بموجب وبعد كده سالب موجب ونكمل عادي سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب لحد ما توصل لآخر المحدد. دي إشارات أساسية في أي محدد. فأجي عند الصد هلاقي فيها إشارة سالبة عشان كده حقناها هنا سالب. اللي هي دي. يبقى هنا سالب. تعالوا برضو نعمل نفس الكلام. هشتب الصف بتاعها كده كده مشتوب وهشتب العمود. وابتدي طبعا ده مش هيكون مشتوب. نقول هنا دلوقتي أنا عندي صف وعمود. هبدأ من اليمين فوق. من اليمين فوق اللي هو منين من السن. فيه اللي هناك خالص. يبقى سين كف صد نقص عين كف سين. سين كف عين هناك خالص سين كف عين. يبقى سين في كف عين هنا. نقص عين في كف سين. يبقى سين كف عين اللي فوق خالص سين كف عين نقص عين كف سين. كمان. دي المركبة الصادية. نجي على المركبة العين. هنروح على الاخر. ونقول هنرغي العمود هو دي الصف. وابدأ برضو اقول سين كف صاد. نقص صاد كف سين. يبقى سين في كف صاد. نقص صاد في كف سين. يبقى انت كده تفهم. لمركبة الصين. ممكن على طول تبدأها عادي. مركبة الصين. هي صاد كف عين نقص عين كف صاد. طيب مركبة الصاد. فاللي بالك مركبة الصاد. ممكن هنا ببساطة جدا لو انا عايز اقول اشيل السلب دوت. فهدخل السلب ده. هتبقى الصين كف عين سريبة. والعين كف صاد. كف سين. ولوا مركبة صدا. فهدخل السلب مهجب. فتقتل تبقى فك إنك بتقول عين كف سين contو. مركبة صد. يعني فصاد هدخل بس. يعني فصاد هتقول عين كوف سين من قف عين. لحشول السلب الاخير. ما يعني يبقى اي طريقة من الطرق. انت مركبة السين هي. مركبة العزم هنا. مركبة العزم هناك. وهنا مركبة العزم حواEST. وهنا مركبة العزم حول محور الصداد. وهنا مركبة العزم حواEST. بالنسبة للنقطة بالاصل بالنسبة للنقطة اي نقطة يعني انت ادي العزم حواليها زي ما كنا بنعمل في العزوم قبل كده. وبعد كده اضربهم اتجاهي في المحدد اللي موجود. وهو ممكن اضرب الكلام ده برضو لو عندي محدد كامل اعمله بالقلبة الحسبة بس بستخدم فيها المتجهات مش بستخدم فيها المحدد. تعالوا نشوف مثال كده يوضح لنا اول الحاجة ازاي هجيب عزم قوة بالنسبة للنقطة في مستوى سلاسي اه في مستوى سلاسي العبعال. وركز او معي ازاي هنشتعل فيها. ادي قوة. اتنين وسالب واحد وتلاتة. تؤثر في النقطة دي. يعني اختصارات الموضوع اهي. قاف. اتنين وسالب واحد وتلاتة. تؤثر في النقطة الف اللي هي سالب تلاتة وواحد وتلاتين. وانا عايز عزمها مثلا حوالي نقطة ب. انا عايز العزم هنا حوالي نقطة ب. اللي هي اتنين واثنين وسالب واحد. هبتدي اعمل اين? انت عايز العزم حوالي به. اكتب زي ما تعودنا العزم حوالي به يساوي. طالما عايز حوالي به يبا ابدأ ببه. ثم النقطة التي تمر بها القوة. يعني نقطة تأثير القوة. يبا بها الف. ضرب اتجاهي قاف موتجح. اللي هي دي. به Serbia. حيالف ضرب اتجاهي كلها. به آلف معناها آلف نقص به. ودي عندي آلف ودي به. اطرح عادي جدا. السين نقطة السين الصد نقص الصد العين نقص العين. سالب تلاتة نقص اتنين بسالب خمسة. واحد. واحد نقص اتنين مسالب واحد. واحد. اتنين نقص صالب واحد بمجب تلاتة. ضرب اتجاهي على الكوة. اتنين وسالب واحد وثلاثة. كلام ده هيساوي. زي ما اتفقنا. على طول هجيب المحدد. وان شاء الله انا بنقول لكم ازاي تجيبوها على الالة الحصر. هنا سين متجة. صاد متجة. عين متجة. بنحط طبعا متجة في الموضع الاول. اللي هو سالب خمسة. وسالب واحد. وتلاتة. بعد كده. اتنين وسالب واحد وتلاتة. اتنين وسالب واحد وتلاتة. وهبتدي افق بنفس الطريقة. طبعا هنا عند الكوصة ها. ناقص كوص صاد زائد كوص عين. نبدأ نروح للسنات. زي ما اتفقنا. تبع معي. هتشيل صفة وشيل عمود. اضرب من فوق. سالب واحد في تلاتة. هو كده. سالب واحد في تلاتة بسالب تلاتة. ناقص اصلا. عشان العكس. تلاتة في سالب واحد بسالب تلاتة. وفي هنا سالب وببقى تنوجب تلاتة. تعالوا ناخد صاد. هشيل الصف. نشيل العمود صار كده. الصف اصلا متشاعد. وهبدأ من سالب خمسة. سالب خمسة مضروعة في تلاتة بسالب خمستاشر. ناقص. حط النقص الاول. تلاتة في سالب في اتنين في الاخر هناك هي تلاتة في اتنين بستة. تبا سالب خمستاشر سالب ستة. والعين بقى هنشيل عمودها هي كمان. فيتبقى معك. خمسة وسالب واحد بسالب خمسة. ناقص سالب واحد في اتنين بسالب اتنين. وفي هنا سالب يعني موجب اتنين. في الحالة دي هنقول بيساوي سفر تين. يعني فيش سينات. اللي اتجه السينات ره. وهنا دي سالب واحد وعشرين وفيه سالب برة. فهتبقى واحد وعشرين ساد زائد. ولا سالب 21 صاد هتبقى الموجب دي وفيه هنا سالب 5 دي واللي كانت كان بقيتها كده سالب 5 في 3 بسالب 15 ناقص اللي هي العين ده سالب 5 في سالب 2 بموجب 5 دي هتبقى 5 5 و 2 فهتبقى 7 هو ده متجه العزم 21 صاد زائد 7 عين طبعا أنا عندي معيار للمتجه أي معيار جذب الترويزي زي ما احنا عارفين طب هو احنا كده جبنا ايه جبنا عزم القوة حول نقطة ب ثم احسب طول العمود الصاخت من باعة على خط عمل القوة انت عايز طول العمود الصاخت من باعة على خط عمل القوة في الحالة دي هقول له طول العمود اسميه مثلا لام وساوي زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت معيار العزم على معيار القوة يبقى يساوي معيار العزم كان العزم هو قدامك 21 و 7 يقدي يساوي الجذر التربيع لـ 21 تربيع زي 7 تربيع على الجذر التربيع المعيار القوة طبعا معيار القوة اللي هي القوة عندك 2 خط اخط واحد و 3 يبقى الجذر التربيع المربع لـ 2 للـ 4 زي مربع السلب 1 يعني 1 زي مربع الـ 3 اللي هو 9 فهتطلع عندك تطلع معك ادي نفسي Başروح يعني كلها على بعضها هتطلع جذر خمسة وثلاثين. هتقول له جزر خمسة وثباتين ايه واحدة طولة. وتعالوا كده. نرى الجاعدات بس عشان ايه. كده قدرنا نجيب عزم الكوة حول النقطة. وبعدين جبنا طول عمود الساخط من الكوة على هذه النقطة. طول عمود الساخط من النقطة اللي تحت العزم على خط عمل ارك هو. تعالوا نشوف حاجة كده. احنا قلنا قبل كده مركبات عزوم هذه الكوة. كوة في اتجاه المحاور. في اتجاه المحاور. ركز كلمة اتجاه المحاور يعني يقولك عايز حزم الكوة حول محور السنات. حول محور الصداد. حول محور العين. يبقى هنا قدر قوي مركباتها السنية. دي مركباتها الصديية ومركباتها العينية. قوي متأثر في نقطة متجهة موضعها بالنسبة لنقطة الأصل. فبيقول لي هنا مركبة عزم كاف في اتجاه محور سين هيكون ايه? دي احنا طلعناها صاد كف يعني دي انا زي ما قلت لكم كان ممكن على طول نقولها من الشكل اللي هو دوت يا جماعة نخلي بالنا كويس قوي ده اختصار مهم جدا صاد وهنا صاد وهنا عين المجموعة اليمينية اللي احنا عارفينها اتجاهها الموجب هو اتجاهها عكس عقرب الساعة لو انت عايز مركبة اللي عايز محوالين ميحور سين ايما انت هتقول له صاد كف عين نقص عين كف صاد بصوا كده وشوف اهي هو اهي صاد كف عين نقص عين كف صاد طب شوف لي كده مركبة اهي حوالين ميحور صاد ابدأ بعين حوالين ميحور صاد ابدأ بعين تاني لو انت عايز حوالين ميحور صاد يبقى تقدر تقولها سريعا عين كف صين نقص صين كف عين شوفها كده فعلا اهي عين كف صين نقص صين كف عين طب لو عايز تجيبها حوالين ميحور عين ابدأ بصين صين كف صاد نقص صاد كف صين يبقى كده أعتقد بقيت أسهل من غير محدد، يعني ممكن من غير محدد ده أعرف جدا. دي مركبات عزوم الكوة حول محاور الإحداثيات اللي هي السين والصاد والعين. ماشي؟ يبقى كده مثلاً لو هو جاب لي مسألة وقال لي أوجد عزم الكوة بالنسبة لمحور السينات أو محور الصاد والمحور العين يبقى خلي بالك لازم ناخد العزوم بالنسبة لنقطة الأصلة ويطلع معايا واتجه عزم الكوة بالنسبة لمحور من المحاور المكتب. تعالوا نشوف كده هنا لما أحب أشوف مثال على الموضوع. إذا كانت القوة كاف بتساوي كافة سين زي ده أربعة عصاد نقص عين. تؤثر في نقطة ألف. ألف دي متجه موضعها بالنسبة لنقطة الأصل هو ريه واحد واثنين واثنين. ده متجه موضع جاهز. يعني هو مش بيقول لي هي بتمر بنقطة تؤثر في نقطة ألف مثلاً وانا عايز العزم حول نقطة واو أو حاجة زي كده يبقى أنا كنت مضطر رجيب واو ألف اللي هو متجه الموضع. لا ده ده عندي جاهزة. متجه موضعها بالنسبة لنقطة الأصل هو ده اللي أنا بدور عليه. هو ده اللي لو اتضرب فيه كافة اتجاهياً هيدينا العزم متجه العزم. يبقى هنا ريه بتساوي واحد واثنين واثنين. وكان مركبة عزم القوة كاف حول محور صاد يساوي سبع وحدات عزم. عاوز خيمة كاف. سهل الكلام. مش كده؟ عايز خيمة كاف. طب أنا ممكن أجيبها بالمحدد وممكن بسرعة جداً زي ما احنا عارفين. هو بيقول لي ايه؟ حول محور صاد عزم القوة بيساوي سبع. طب هو العزم حولين محور صاد فاكت؟ أبدأ بمين؟ أنا عندي صاد عين. لو عايز العزم حولين صاد ابدأ بعين. يبقى عين كاف صين نقص صين كاف عين. يبقى العزم حولين صاد اللي هو عين. كاف صين نقص صين كاف عين. هيساوي كام زي ما قال لي؟ هيساوي سبع. فين الكلام ده؟ تعالوا نشوف كده. قدي الخوة اهي. لو أنا حطيتهم فوق بعد كده. عشان أجيب الحل بسرعة. باختصار يعني. وممكن نعملها بالمحدد عادي. بس احنا عايزين ايه؟ نقول من غير المحدد ممكن أقدر أجيب الكلام. لو أنا حطيتكده القاف اللي هي الصاد والعين هم. متجه واحد تنين اتنين. خطي تحته كده. القوة كاف اربعة سالب واحد. هي القوة كاف اربعة وسالب واحد. طيب تعالوا بقى شوف. انت بتقول كده عين كاف صين؟ يعني ايه عين كاف صين؟ عين فين هي؟ اللي هي هنا دي. بقى دي صاد ودي عين. ودي كاف صين ودي كاف صاد ودي كاف عين. 5gi بطلقة بfoot 1 والذكرات الخلج overtime soltype 2T per 1 ۶ 9gi 2018 ميك بثلالقة 1 هذه الخلج تقلبي عدد من خلالقة 1 سيادي أنها لاحق matériي أنثن 2T سيادي 7 نقص واحد سيادي 3 كيف تقلبي عدد اجتل قام به دمع وترغب أن فقام بالتخرج طول العمود المرسوم من واو على خط عمل قاف. يعني هو عايز طول العمود المرسوم من واو على خط عمل قاف. يعني كأنه بيقول لي هات اللي عزوه محوالين واو. وبعد كده قول معيار العزم على معيار القوة. خلاص يبقى أنه في الوقتين نقدر نجيب العزم حوالين واو. يبقى العزوه محوالين واو. هتساوي. هذا رص على طول بقى خلاص عارفين. يبقى رص سين صاد عين المحدد. وبعد كده متجه الموضع واحد نين نين. بعد كده القوة معرفتك كيف بقى ثلاثة اربعة سالب واحد. فابتدي ازبط الاقواس اللي احنا قلنا عليها يبقى دي سين بعد كده ناقص صاد زائد عين. يلا سريع بقى من غير ما انشغبط هنا السين هبدأ من الاتنين. اتنين في سالب واحد بسالب اتنين. حط الناقص الاول. بعد كده اتنين في اربعة بتمانين. الصاد. شيل صافة شيل عمود. واحد في سالب واحد بسالب واحد. ناقص اتنين في ثلاثة بستة. بعد كده العين. شيل العمود وشيل الصاف واحد في اربعة باربعة ناقص. اتنين في ثلاثة بستة. ساعتها هتساوي. سالب عشرة سين. دي سالب سبع وسالب يبقى موجة بسبعة صاد. وهنا اربعة ناقص ستة بسالب اتنين. يبقى سالب اتنين عين. يبقى ده العزم اللي هو قدامك عندك الجزب التربيعي. لسالب عشر تربيعي يعني مية. زائد سبع تربيعي بتسعة واربعين. زائد اتنين تربيع باربعة. على الجزب التربيعي للقوة. اللي هي القوة بقت دلوقتي تلاتة. اللي هي دي تلاتة واربعة واحد. بقى تسعة. واربعة تربيعي بستاشر. زائد طبعا. وزائد واحد. لبا كده هنقول ايه? القوة هتطلع. كيف تطلع يعني هتقول عليها واحدة. نحسبها يعني عشان نقص نقص من دقيقة واحدة ده. ده 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 يعني عرفت اجيل عن طريق الحسبة اللي هي عين كوف سين نقصين كوف عين. لما جيت قلت كده عين كوف سين يبقى عين في كوف سين يبقى اثنين في كاف من كاف. نقصين كوف عين يبقى نقص ستة واحد في واحد بسلب واحد يعني وسلب كمان بقت موجب. يبقى اثنين كاف زائد واحد. السابع عرفت ان الكاف بثلاثة. اوضت عنها وقدرت اجيل العزم كاملا عشان اقدر اجيب طول العميد ساقط من واو على خط عمل الكو. نشوف مثال كمان. طبعا هنا الانثلة اللي قدامنا ما تخافش منها سواء هو عاملك اعلام مثلا. عاملك هنا عالم. العالم دوت عشان يقول لك ان ده سلاصة العباية ده عمليات تطبيق اولا. يعني ايه? يعني انا هنا نفسي اشوف الاعداثيات صح. اذا حددت النقاط اللي هنقول عليها دلوقتي هتقدر تحيل المسألة. هنا المسألة مختلفة شوية. القوة جاية لي هنا وده مهم جدا جدا جدا. ركز بقى معايات الموضوع ده. القوة كاف بتسوي ستة جازر تلتاشر نيوتن. ما هيش متجهة. مش صورة متجهة. وكاف اثنين بتسوي جازر واحد ستين نيوتن. في اتجاهات الف به. الف به. واتجاه الف جين. الحالة دي يا شباب خلي بقى. انت مش هتعرف تستخدم القوة عشان تجيب عزمها حول نقطة في الفراغ. الا اذا كانت في شكل متجه. او تقدر تجيب بقى العمود الساقط في الفراغ ده بقى. العمود الساقط من النقطة اللي انت بتجيب العزم حواليها. يعني مثلا هنا انا عايز مجموع عزم القوة حوالي نقطة واو. يبقى لو قدرت اجيب العمود الساقط من واو على قف واحد. والله كنا بقى. يبقى هقدر اجيب العمود والاتجاه بتاعه موجب ولا سالب. هيبقى كده صعبة عليك انها. اوصلا الشكل الهندسي مش هيبقى متيحة. طيب تعالوا نشوف كده. لو عايز اجيبها في صورة متجهة. بعمل ايه. عندي قف واحد عبارة عن ستة جزر تلتاشر نيوتن. لازم الاول احولها لصورة متجهة. از عايز تحول اي مقدار بالصوت اللي هي المقدار الى صورة متجهة. يبقى لازم تضرب القوة نفسها في متجه واحدة في اتجاهها. يعني عايز تحول القوة المتجه تضربها في متجه واحدة. يكون في اتجاه القوة. ومتجه الوحدة اللي في اتجاه القوة ده اجيبه ازاي? بص يا شباب واحدة واحدة. ادي قافة هي. اللي هي ستة جزر ثلاثة عشر. تؤثر في نقطتين لو بص على الرسم هتعرفها. السهم بتاع قف واحد اهو شايفو. طلع جاي كده. اولا نقطة مين? طلع من النقطة هنا. اللي هي نقطة الف. واصل لنقطة تحت. طالس ما هي نقطة ايه نقطة بيه. هما دول اهم حاجة في قف واحد. يبقى نقطة اللي داية ونقطة النهاية واتجاهك من بيه من الف لبيه. طيب يبقى انت لو عايز تجيب متجهة واحدة في اتجاه قف واحد. يبقى انت هتقول له الف بيه متجه. على معيار الف بيه. ده ايه ده? ده لو انا عايز احول قف واحد الى صورة المتجهة. فعلى طول هاخد القوة. واضربها في متجه الواحدة في اتجاهها. على طول تدينا. اللي هو الشكل ده كده. ده مش متجه ده. يبقى هضربها بستة جزر ثلاثتاشر مجروبة في متجه الواحدة في اتجاهها اللي هو الف بيه. تعالوا ننفس الكلام ده. يبقى انت كده لازم يكون عندك النقطة الف. لازم يكون عندك النقطة ده. النقطة الف عبارة عن ايه? ركز بقى معي هنا. ازل ما كنتش خطفة رغيرة. النقطة الف موجودة على محور عين. طالما موجودة على احد المحاور. يبقى الاحداثيات الاخرى كلها بصفار. يبقى في الحالة ديت انا لو حبيت اقطع من نقطة الاصل اوصل لالف يبقى هطلع بس اتجاه العين. يبقى هنا انا مشيت سين يبقى صفر. ولا مشيت صاد يبقى صفر. وبس العين اللي هي كان بقى. الاتجاه الرأسي اللي عندي لو اخدت بالك من هنا احوام مديك الاطوال اهي. ده كان بستة. يبقى صفر وصفر وصفر. طيب. وعايز كمان نقطة به. نقطة به موجودة على محور صاد. زي ما هلقى ان الموازي ليه اربعة. يبقى هي مشيت في الصاد اربعة. كده تمام. يبقى انا كده هقدر اجيل القوة قاف في اتجاه في سلط متجه. يبقى ستة جزر تلاتاشر فيه. هلف ده كمتجه يعني به ناص الف. صفر نقل صفر بصفر. واربع نقل صفر باربعة. وصفر نقل صفر بسهل بسهل. على معياره. اللي هو الجزر التربيعي. الاربعة تربيعي يعني الستاشر. اطبعا صفر مش هحسبه زائد ستة وتلاتين. يبقى ستة عشر زائد ستة وتلاتين. هحسب كده. هلاقي ان القصة اللي تحت ديات لو اختصرتها مع الفوق. دي هتطلع اثنين جزر تلاتاشر. وده عندي ستة جزر تلاتاشر. يبقى لو اختصرت ده مع ده. هدي نافية تلاتة. ثم تضرب. يطلع لك الكوة صورة متجه. تبقى سفر. وثلاثة فاربعة على اتناشر. وثلاثة فسالب ستة فسالب فاحقنيemente اخرى تلاتين. يبقى كده انا حصلت على كف واحد صورة متجه. وهصولي على كف اثنين بردو صورة متجه. ل conn Fraktion لو عايز مجموعة زوم الكوة. حاول النقطة واقع يبقى ليسا لازم تجيب عزم الكوة الاولى. زايد عزم الكوة التانية حال'lli نفس النقطة واقع. فانا هنا عندي الكوة الاولى والكوة التانية مش متجهات. فانا بحولهم بقى المتجهات دلوقع. عنده قيل كف ونحاولها المتجه. تعالوا ازاي نفس الكلام? انا هقول كاف اتنين بتساوي. نزلها تعطي شوية بقى عشان نتأكد من هذا. تمام. عشان بس بتقالتك ان كن مسائبين شريحة قاضية عشان بقيت الحاجة. كاف اتنين اروح اجيبها. كم متجه? فاقول له هنا من كاف اتنين متجه. هتساوي. فيه متكاف اتنين اللي هي جزر واحد وستين. فيه متجه الواحدة في اتجاهها. اللي هو ايه متجه الواحدة في اتجاهها? ادي كاف اتنين. ارجع بقى كده للرسم تاني. ادي النقطة الف موجودة والله يا عندي النقطة الف اهي? ادي النقطة الف موجودة. ودي النقطة جيم اللي هي بداية القوة ونهايتها. يعني اي نقطتين في اتجاه القوة نفسها. اه اتعرف الجيم? اه اعرفها. ده الجيم ديت. بس خلي بالك احداثيات الجيم هنا محتاجة زكاة. انت هتمشي على السنات الاول. خلاص. مشيت على السنات. مشيت على السنات اربعة. يعني همشي كده. عسنات زي الاربعة دي بالضبط الموازل ايه? يبقى همشي على السنات اربعة. وعن كده امشي في الصدات. قد له. تلاتة. بس الصدات الايه? السالبة. يعني لو دي نقطة الاصل فامشيت كده صاد موجب. يبقى هنا صاد ايه? سالب. يبقى انت هتقول كده. تلاتة سين. اربعة سين سوري. اربعة وسالب. تلاتة. وما طلعش فوق يبقى صفر. يبقى اضيف نقطة جيم لقيمة النقط هنا. يبقى هتبقى اربعة وسالب تلاتة وصفر. عشان لما اجي اقول هنا عندي هقول الف جيم متجه على معيار على معيار الف جيم. ده متجه الواحدة في اتجاه كافة نين. فبتساوي جزر واحد وستين في الف جيم. يعني جيم نقص الف. تعالى بقى للنقطة اللي احنا بجهزينها. أنقص ألف. أربعة نقص صفر باربعة وسالب تلاتة نقص صفر بسالب تلاتة. وسفر نقص ستة بسالب ستة. على الجزء التربيع اللي هما هما بس التربيع هذه. تربيع ده. اربعة تربيع laws التمكس بذائع. زلاك تربية تسعة. ستة تربية بستة وتلاتية. الكلام ده هنساوي بالضبط هلاقي ان دهوا لو حسبتوها الت vectors 16 وتسعة به كان خمسة وعشرين. خمسة وعشرين وسيت وتلاتين واحد وستين. يعني ده جزر واحدة وده كله جاهز روحه وستين روحه فيتبقى لي القوة قافة طب 4 وسالب 3 وسالب 6 يبقى دي قاف 2 في صورة متجهة كده انا جاهز جبت قاف 1 وقاف 2 في شكل المتجهات وانت بقى لوقتي عايز تجيب اولا مجموع عزوم القوة حول نحو عول نقطة واو يبقى عزوم القوة حول نقطة واو تسوي عزم القوة الاولى اللي هي بتمر بنقطة تألفه به يبقى ألف به حوالين واو مش كده يبقى انت تقول واو ألف او واو به براحتك المهم واو ونقطة على خط عمل القوة لان النقطة التي تمر بها القوة لا تؤثر في مقينة العزم يبقى ممكن اقول واو ألف ضرب اتجاهي قاف واحد وفي نفس الوقت اقول له زائد كما انا ممكن اختار واو ألف برضو لان ألف موجود على خط عمل قاف الاثنين اللي هي القوة ثمين تمام يبقى واو ألف برضو في قاف اثنين متجه يبقى في الحالة دي في عندي كم عندي اثنين محدد محدد الاولاني سين صاد وعين طب ما تيجي بقى ايه نقل اللي بدأخدهم من ناحية التانية بس ما بشايفين كده القوة الاولى اللي هي سفر واثناشر بسالة تمانية والقوة التانية اللي هي أربعة بسالة ثلاثة فنقول هنا ان العزم اللي هو رقم واحد بقى في التعامل اللي بقى عايزوا العزم اولين واو بيساوي واو ألف ضرب اتجاهي قاف واحد زائد واو ألف برضو ضرب اتجاهي قاف اثنين لان نقطة ألف موجود على خطة عمل قاف واحد وهي هي موجود على خطة عمل قاف اثنين يبقى في الحاجة دي انا عندي اتنين محدد زي ما قلنا هنا سين صاد عين اتجاهتنا وبعد كده وهو ألف اللي هي ألف اللي هي ألف نقص واو اللي هي بقى صفر وصفر وستة وبعدين قاف واحد اللي هي صفر واثناشر وسالب كمان زائد العزم الاخر وهو برضو سين اتجاه صاد عين كماش واحد ولا حاجة هنقول يساوي هنا برضو نقطة ألف هي هي صفر وصفر وستة وقاف اثنين من المرة دي اللي هي اربعة وسالب تلاتة وسالب ستة هنفك عادي يبقى عندك فاكين لأولين نبتجه السين والصاد والعين زي ما هنتفقنا قد 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 في 6 ب 22 يبقى سالب 22. ناخد التاني اللي هو الصدوات 0 ب 18 ب 0, و 0 ب 6 ب 0 يبقى هنا 0. طيض من الأخير اللي هو عين يبقى 0 نقص-0 برضه هنا 0. يعني ليس ه��تلع لك من دياً بغير سلب 72. تعال ناخد التانية النفس الكلام برضه الصينهات هيك. يبقى 0 سالب 6 نقص ب 0 NYS عين يعني موجع ب 18. وبعد كده الصدوات هتبقى صفر في صاجم ستة. الصفر نقص 24 هو سالب اون وعشرين. لابعة وعشرين. العين هتبقى. صفر نقص صفر بايه؟ بصفر يا بمعنديش عين. يبقى كده انا عندي السينات صاجم 72 ومجب 18. هتبقى كم؟ هتبقى بالسالب صائم 72 مجب 18 سالب 54 في اتجاه الأسين. وكده الص Bridge مش موجودة هنا لكن هناك سالب اربعة وعشرين وفي سالب يبقى موجب اربعة وعشرين في اتجاه الصاد. وهذه صفر عين وصفر عين يبقى ما عنديش عين يبقى هنا العزوم تلعت سالب اربعة وخمسين سين زائد اربعة وعشرين صاد ده العزم. لا ولا ولا. طيب اه في الحالة دي هو طالب طالب تاني بيقول لي اعايز منك. بيقول هنا عايز عزم المحصرة القوتين حول نقطة وو وماذا تستنتج? لو كده رجعت تجيب عزم المحصرة حول نقطة وو. هتلاقيها نفس الكلام بالزبط بس المهم ان احنا تعالوا نشوف هتيجي ازاي هنا. هي ببساطة انت هتروح هتجيب المحصرة كلها ازاي? فانت عندك كاف واحد هنا. وعندنا كاف واحد. وعندنا كاف اتنين. فتجيب محصلاتهم الاول. اللي هو مجموع السينات مجموع الصادات مجموع العنات. وبعد كده تبدأ تجيب عزم القوة حول النقطة. فعشان اختصارا عشان هنقول الطريقة وبعد كده هنستطيع تتمينها. هنا بنقول اهو. لو عايز تجيب العزم يبقى لازم اجيب المحصلة الاول. فحق هنا هنساوي مجموع السينات مجموع الصادات مجموع العنات. فهتكون هنا ممكن اجيبه محطة من الصورة المحدد اللي قدامي ده تقف واحد وقف اتنين. يبقى صف واربعة واربعة. واتناشر وسالب تلاتة يعني تسعة. وسالب تمنتاشر وسالب ستة يعني سالب اربعة وعشرين. دي المحصلة. بعد كده هتروح تجيب عزم المحصلة حول نقطة واو. يعني المحصلة اكيد بتمر بنقطة الف لان نقطة الف دي تفاطع. يبقى عزم المحصلة بقى. عزم المحصلة حولين واو. هيتساوي. واو. الف. ضرب. اتجاهي. ح. اللي هي عندك. هتساوي. واو. الف يعني اللي هي النقطة. صفر. وصفر. وستة. ضرب اتجاهي. اربعة وتسعة وسالب اربعة وعشرين. لما هنضربهم هنلاقيهم طلعو نفس مجموعة زوم القوة حول نفس النقطة. بتشوف كده في الوقت اللي باقي ده. في الشكل المقابل قوة مقدارها مئة وتلاتين نيوتن. هنا بقى طبعا آآ كان المسالة قادة عشان التجريب ازاي احاول القوة من الشكل الاتجاهي للشكل. من الشكل العادي للشكل الاتجاهي. قوة مقدارها مئة وتلاتين نيوتن. دلوقتي انا عايز اعمل ايه? عايز تؤثر في الكتر الف بي. تركز او. تؤثر في الكتر الف بي. يبقى انا بسرعة هجيب النقطة الف وهجيب النقطة بي. يبقى بسرعة النقطة الف. عبارة عن تحديسية تتمتمي العين. يبقى مفيش كله سالك كله صفر يبقى عندك صفر. وصفر. وعين. العين اللي هي الرأسي بتلاتة. من الرأس. طيب وبيه? اللي هي الاتجاهة اللي هي هو في اتجاهها. دي موجودة في المستوى صد. موجودة في المستوى صد. يبقى ازا العين بصفر. ازا النقطة موجودة في المستوى يبقى الرقم التالتي تبقى بصفر عشان العين مش موجود. السين كام؟ السين اربعة. الساد. السين كام؟ السين اربعة. والصد في مصد اتنشر. يبقى انا كده لو عايز احول القوة اللي هي مئة وتلاتين الى متجاه. فاقول له النكاف متجاه. هتساوي مئة وتلاتين مضروبة فيه. الف به اللي هو به نقص الف. يعني اربعة نقص صفر باربعة. اتنشر نقص صفر باثنشر. يسائل التلاتة. على معيار الكلام ده اللي هو الجزء التربيعي. بستاشر زائد مية اربعة واربعين. زائد تسعة اللي هو بربعتهم. هتطلع معاك تلاتاشر. يبدول تلاتاشر مع مية وتلاتين. يبقى اللي فوق بعشرة. عشرة تضرب يبقى خاف هتساوي. بقى كمتجه هتساوي ايه? هتساوي عشرة فاربعين. اربعة باربعين. واتنشر فاربع عشرة بمية وعشرين. وسائل التلاتة فعشرة بسائل التلاتين. يبقى دي القوة كمتجه. خلاص بقى روح جيب العزم حوالين اي حاجة. هو بقولك عايز عزم القوة قاف حوال النقطة دال. يبقى لازم اضيف دال لليسة بتاعت النقطة. دال عبارة عنه. دال موجود على محور صاد. يبقى صفر ورقم وصفر. دال موجود على محور صاد. يبقى صفر ورقم وصفر. وهنا رقم الصاد بس. يبقى انت دو الوقت لو عايز تجيب العزم. حوالين نقطة دال. يبقى دال. واخد معها اي نقطة من النقطتين دول. يا اما الف يا اما به. لان دول نقطة تأثير وكوة. مش هتفرق خالص. فناخد الف السهلة ديك. يبقى دال الف ضرب اتجاهي قاف. يبقى بتساوي الف ناقص دال اللي هي. آآ صفر ناقص اربعة آآ باربعة. اي الف دال. يبقى الف ناقص دال صفر ناقص صفر بصفر. وصفر ناقص اتناشر بسالب اتناشر. وثلاثة ناقص صفر لثلاثة. يبقى ده دال الف. مضروبة في قاف اللي احنا جدناها فوق اللي هي اربعين ومية وعشرين وسالب تلاثة. ضرب ضرب اتجاهي يبقى على طولها حامل محدد. واقول له سين وصاد وعين. تالي عرفناها هنا صفر وسالب اتناشر وتلاتة. بعد كده اربعين اربعين ومية وعشرين وسالب تلاتين. ونفقهم ضرب اتجاهي. اه عرفناها بقى. يبقى السين زائد. لأ ناقص هنا عشان دي الصاد. زائد عين. وبعد كده هل كده اقول اشيل السين مصادفة عمود يبقى سالب اتناشر في سالب تلاتين. يبقى سالب في سالب بموجب. واتناشر في تلاتين بتلاتة مية وستين. ناقص تلاتة في مية وعشرين. برضو تلاتة مية وستين. وده يعني مع كده السين انتهى. ابنروح للصاد يبقى صفر في سالب تلاتين بصفر. ناقص تلاتة فاربعين بمية وعشرين. يبقى سالب مية وعشرين. ونروح للعين. هتبقى صفر في مئة عشرين بصفر ناقص اتناشر فردائين. هكي بقى ربعمية وتمانين بس بالايه بالموجب. طيب ربعمية وتمانين. فيطلع العزم عندك مفروش سين. فيطلع سالب سالب بقى مئة وعشرين صار. ناقص ربعمية وتمانين عين. يبقى ده قيمة العزم. لو عايز العمود انت عارف هتعمل في ايه? هتقسم متجه العزم على متجه القوة. فكده هتكون جيد العمود اللي عندك. طيب. آآ لأسف هنكمل ان شاء الله بعد كده. في آآ دروس تانية. اللي هو ازاي هقدر هاخد تمارئين ان شاء الله على الوحدة آآ دي كلها. على الوحدة في العزم. آآ في مستوى سنائي الابعاد. والعزم في مستوى سباسي الابعاد. مع تحيات الابارة اللي عنها للتعليم الكروني. السلام عليكم ورحمة الله.